السلام عليكم اصدقائي معكم دعم قرات اسهل واسرع الوصفات. النهاردة معنا ريفيو رائع جدا عن الالاية الهوائية. ديلونجي. ان شاء الله يعجبكم جدا تابعوا الاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ما تنسوش تفعل الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة. وريفيو كل يوم عن الاجهزة الكهربائية. معانا زي ما شفتوا كده. خي الكارتونة. وهنشوفها مع بعض وهنفتحها مع بعض ونشوف مميزاتها. ودي ورقة الضمان بتاعتها. ضمانها سنة لمدة سنة. وهي موديل ايطالي. ودي محتوى الكارتونة. هنفتحها مع بعض ونشوفها دلوقتي. فيها تمن مستويات للطاهي. متعددة. متعددة الاستخدام. وده الموديل بتاعها احدث اصدار في الديلونجي. مكتوبة هو وهي اه الفين ومتين واط. كل بياناتها مكتوبة هي زي ما انتم شايفين. على الكارتونة بتاعتها. وساعتها كبيرة جدا. دي من المميزات بتاعتها بتاخد كيلو وسبعونة جرام. ودلوقتي هنفتحها ونشوفها مع بعض. ونشوف المحتويات بتاعتها. ان شاء الله تعجبكو جدا. زي ما قلتلكم دي احدى الاصدار. دي اول حاجة دي معيار الزيت اللي هتعيري بيها. اه معيار الزيت اه لبرامج الطبخ. بيبقى مكتوبة في الكتيب بتاعها اللي موجود معاها. وهنفتح دلوقتي ونشوف مع بعض. وان شاء الله هنعمل فيها اه بعض اه الطبخات مع بعض. وهنجربها. وهقول لكم رأيي كمان بعد الاستعمال ان شاء الله. تابعونا وفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل جددنا. وهنشوفها مع بعض واحدة واحدة دلوقتي. ده الكتيب بتاعها اللي معاها. آآ طريقة آآ كتيب لطريقة آآ التشغيلها. وكتيب تاني لطريقة آآ طبخات تقدري تعمليها فيها. ودي المحتوات بتاعها عبارة عن شبكة استانلس. وكمان معاها آآ آآ الحلة التانية اللي بتستخدميها للطهي. معاها واحدة كمان. والشبكة الاستانلس ومعيار الزيت. دي الحاجات اللي موجودة في محتواتها. وهي بالشكل ده كده. زي ما قلتلكم. لها آآ تمن برامج للطهي. الشاوي والآآ آآ والطهي. هنفتح مع بعض كده ونشوف الشبكة اللي استانلسة هي بتاعها. دي المحتوات بتاعها. ودي الحلة التانية اللي بتقدر تستخدميها برضو. معاها وهي فيها اصلا واحدة تانية. فيها دراع التقليب. وهنشوفوا دلوقتي مع بعض. بوريكو بس محتوياتها ايه? الكارتونة. زي ما قلتلكم هي موديل ايطالي. ودي احدث اصدار فيه. ده كتيب آآ لطريقة التشغيل وكتيب تاني لآآ بعض الوصفات اللي تقدر تعمليها فيها. ودي البرامج تمن آآ برامج تقدر تستخدميها للطاهي. والشاوي والفرن. والقالي. تمام? ده الزرار اللي بتفتحي به. بتدوس عليه كده وتفتحي به. وبرضو فيها آآ من جوة آآ ورقة للتعليمات والتحذيرات بتاعتها. طبعا كل الاوراق دي بتشيليها منها من آآ جوة. وده دراع التقليب زي ما قلتلكم. الحلة التانية بتاعتها. وده دراع آآ التقليب آآ البطاطس او آآ المقليات. طبعا الورقة دي هت هتشتليها خالص. والحلة التانية بتقدري تشتليها بتنزلي السهم بالشكل ده كده وترفعيها بالشكل ده كده وتركبي الحلة التانية بتاعتها. وبرضو هتحطيها آآ سهلة جدا يعني هتحطيها بنفس آآ النظام ده. وتنزلي السهم وهينزل معك بالشكل ده كده وهتبقى ثبتت خلاص. وهتقفليها عادي ما فيش اي مشكلة. هنا برضو مكتوب آآ برضو البيانات بتاعتها. انها موديل ايطالي و الفين وماتين واط. وكل البيانات بتاعتها برضو بتلاقيها مكتوبة تحت بالشكل ده كده. طبعا الورقة دي بتشتليها من عليها علشان هو آآ بتتبعي الاكل من آآ الغطاء الشفاف ده. وبتقدري ان انت تطلعيه برضو بسهولة يتغسل معك بكل سهولة من الزرارين اللي فوق دول. بتقدري تفتحيه وتغسليه. والحلة برضو بتتغسل بكل سهولة بالمنظف السائل. سهل جدا آآ تنظفها. وهي سهلت برضو الاستعمال. وهنا مستوى الوقت بتقليلي وتزاويه وتنقصي الوقت من هنا. بتزاويدي من الزائد وتنقصي ده على حسب الطبخة اللي انت هتطبخيها. وبرضو مكتوب فيه الكتيب بتاعها كل حاجة. والزرار ده بتاع التشغيل. تفصليها وتشاغليها من الزرار اللي في النص ده. وعندك برضو مستوى الحرارة بتقدري تقليليه برضو من الزرار اللي تحت هنا. تحت الزائد والنقص اللي شفناه. بتقدري تقليلي درجات حرارتها او ترفعي درجة حرارتها برضو. سهلة جدا وبسيطة واستخدامتها آآ مميزاتها جميلة جدا جدا. والساعة بتاعتها آآ حلوة جدا. في زرار في النص كده تحت هوت. تحت الطايمر ده ايوة ده. آآ دي بتزودي منه الحرارة بتاعة القلاية. او بتنقصي منها. وده الوقت بتقليلي زي ما انت عايزة من الناقص كده او من الزائد ده. بتقليلي او بتزودي. زي ما انت حابة او على حسب الطبخة بتاعتك. ومستوى ايوة الحرارة? اللي تحت زي ما قلتلكو تحت الطايمر. بتقليلي وبتنقصي برضو منه. ماشي. هنا انا جربت فيها السمك الماكريل. كنت شاوية فيها. وطلع جميل جدا جدا. هنزله الفيديو القادم ان شاء الله. وهنعمل فيها طبخات كتير وهورها لكم برضو. وقول لكم برضو ايه المميزات? وايه العيوب اللي قبلتني فيها? ففعلوا الجرس. آآ علشان يوصلكوا كل يوم آآ افكارنا الجديدة. وصفاتنا السهلة والسريعة. ودي زي ما قلتلكو آآ بتعيروا بيها الزيت على حسب الطبخات الموجودة في الكتاب. تمام? وده زرار جانبي بتشغلي منه او بتطفي. وبتشغلي منه على الرقم واحد ده.